في هذه المساكن لا وجود للعيد غابت مظاهر الاحتفال عن هؤلاء النازحين الذين فقدوا مساكنهم التي تذكرهم بماضيهم ومجتمعهم الذي عاشوا فيه أجواء العيد للسنوات الحرب نزعت منهم البهجة والابتسامة وشردتهم من أحبائهم الذين عهدوا أن يشاركوهم أجواء وطقوس العيد نحن هنا في محافظة شبوة غير الجو وغير البلاد وغير العيد كما كنا من أول في بيوتنا وفي بلادنا بين أهلنا وبين أسرنا الآن التشر مشردين معك شيء مثل مول مرتاحين هنا في شبوة يعيش النازحون مرارة البعد عن مجتمعهم الذي نشأوا وترارعوا فيه وبين ألم وشدة الحاجة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب تام للمنظمات الإنسانية عدى تلك المبادرات التي يطلقها شباب متطوعون لتقديم لهم معونات بين فترة وأخرى للتخفيف من معاناتهم إلا أنها لا تغطي احتياجهم مع تزايد الأعداد بين فترة وأخرى نتيجة الحرب نفقد نكحة الفرحة العيد وغيابنا عن أهلنا لهم في مثلا محافظة إب ومحافظة تعز ونعتبر أجواء مناسبة في محافظة شبوة يعني فلابد من مش يعني أفضل يعني من غيرها قد محافظة يعني بالسكينة والأمن أجواء العيد في مساكن النازحين ليست كغيرها في أماكن أخرى فهنا مع حلول العيد تحل معه الحسرة والألم والحنين إلى المنزل والأقارب الذين فقدوهم وفقدوا معهم السعادة وبهجة العيد ومع ذلك يحاول الآباء رسم الابتسامة على وجوه أطفالهم برغم ما خلفته الحرب من تشرد وضنك في العيش عوض صالح لقناة المهرية شبوة